السلام عليكم و مرحبا بكم كنتم تكونوا بخير و لا خير و بصحة جيدة سوف نقوم بعمل معكم هذا المسيم مناط الصغار يأتي معه سلام زويني كما تشوفوا يأتي معه وشاش و مقرمشين المسيم مناط صغار مخمرين يأتي معه وشاش و بنان طريقة تحضر لهم سهلة و مكونات سوف يكونوا اكيد في المطبخ غير جربيهم سوف يعجبوك مدمنة عليهم و تحضرهم الفطور او القدية كما ينصب شدابة سوف نقوم بعمل كمية كثيرة سوف نقوم بعمل كمية ابيض و قمح صلب قليل ملحة و قليل خميرة الخبز سوف نقوم بعمل ملحة صغيرة و معها مرش بزافة و حتما تكون صغار السكر شكار لا يمكنك التفكير من بسكار يمكنك التفكير من العسل اذا كانت بسكار حمرتها فعلا بسكار حليب الحليب بارد لا يضيف او اخرج من الزبدة ثم اضيف الماء سنضيف الماء ثم اضيف الماء تقريبا 1-4 كز من الزبدة او اضيف الزبدة و اضيف الماء نقوم بتقريبه نوعين بالجميع نضيف كمسة الحليب والممدج كامل نفعل الخفيفة نضيف كمسة نضيف وضيف بعض اليداء والذي سوف تجمع هذا المزيم من اثره السهل عندما تأتي حقوقها لنضيفه كما تشترى لم تقوم بخمارة خليتها هكا بمنوجتك الزيت ولقيتها هكا سنقسمها ونقسمها على ثلاثة نقسمها على ثلاثة نحاول ان نقعد الدوم يكون متساوي ونضع الزيت لا يطفق خمسة أو عشرة دقيقة لم تكن متساوي لكي تأتي بساعة من أفضل لن دوبت الزبدة لم تكن متساوي دوبتها خلقتها مع الزيت كما تشترى الزبدة تقريبا تقليل من 4 اقل او 100 قرم الزبدة ولا تغير 60 قرم او 80 قرم اشي بزداف تقدروا هيك تخلطوها مع الزبدة العادية والزبدة العادية بوحدة اللي عندكم عندما خديتوا اللولة اللي صوت اللولة سرحتها ترتاح العجينة مع فالخميرة دغاية ترتاح وصافي خديت الفينو كنرشو كندير الزبدة و كندير الفينو كمشتو كطريقة المسمن عادية هذه كنعودو للفوها كندير بحل طريقة المسمن ومن بعد كنلفوها بعد الشكل هذا كندير الزبدة وكنعود ندير الفينو كنحاول نبسطها هالطرقة ندير معاكم كما شو نعود نلفها مرة تانية بعد الشكل هذا بعد كندير وحدة فوق وحدة نحاول وعنصرها تكون مقادة ومن بعد غنقسمها بيديها تشكل كندير وعينكم ميزانكم تقسموها ومهم أولا تتعبرها بيديكم وصافي هذه الشكل هذه الطريقة قد ناخد المول المولة هادو مزوقين هادو اللي فيهم شريطة في الشتاب او العادي المول عادي كنحاول كندير الزبدة وكن نجمعها بها تشكل هذا بها تشكل كنجمع لكم وخاما كنشبعش مزيل ماشي موشكيل كنت تحطوها في هذا غيد هنا غير الزبدة في هذا الطريق وصافي تحطوها هادية تحطوها تحطوها بيديكم غلية تحطوها 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 وصافيها وصافيها تحطوها مهم اكملت هذه العجينة الثانية سأتتعب العجينة الثانية غير قلبتهم هذه هي اللولة وأراد الزبدة ثم اعطوها سأتعب العجينة الثانية تحطوها فوصف يجب عجينة الثانية لقد نستطيع قلبتها للقلبها ثم نضيف المزيل ثم نضيف زبدة أضبدة ثم نضيف الزبدة ثم قد تحطوها القلبتكم ثم نضيف الفين ثم نضيف الزبدة نحاول ان نبسط نزر حوار شوية بيدينا باش تلفوها مرة ثانية باتشكل وصافرين القادة ونقطعوها باتشكل بالقطاعة او لبلموس تقدر تجيكم ستة او خمسة موما انا لحسب بحلقلتي وحدة فق وحدة نحاولو نجمعوها نتضعها ونضعها في المور قرر يجوزوينين وقد تبطل قليلا من طريقة المسمى العالي للمقلم هؤلاء قرر يجوزوينين 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 بحلقراش مورقين وانتم غرين جمعوها وتحطوها عادي نتمنى التطريقة تجيكم سهلة وشي شي طريقة صعيبة تصوبيهم في الصباح تصوبيهم كمية كبيرة و تصوبيهم في مجمد تصوبيهم جيدا و لما كانوا يتعطوكم هذه المولة تقدروا تصوبيهم عادي تضيفهم في الطاوة و لما تصوبيهم في هذا المول و لما كانوا يتعطوكم حاولوا أنكم نضيفهم بعدما تستفتهم كاملين و هم ي 두�وه و نستفتهم وتعطوهم من نفس الوقت و نضيفهم كاملين و نضيفهم قليلا و يحقق اخطوهم اضيفهم قليلا و يضيفهم لكي قليلا و نضيفهم و نضيفهم و و ارجحوا اليوم و يعتقدون داخلهم و هناك سيضيفهم في نفس الوقت كانت حليبك في عبارة صفر open коكاس و اروزة و الاذل سنفعل عاليين و يجب ان تخمروا في الفران و يجب ان ينفقوا في الفران و يجب ان ينفقوا في الفران ولكما ينفقوا فران فران بالسخين شوية مربع انا في حقيقة خلط العسل مع المربى خلطهم كي يجيو المدق زوين وصافي اضغياء كيت تحيدهم من المول لبرا بردو شوية حيتهم نحيد هنوريكم اني شكلهم كي يجيو زوينين غير حا معاك يتلسقوا بذلك البيض اللي كانت هناك يتلسح في الجناب ماهما ما يتلسقوش انا فيهم ليدان فيهم السبتة يجيو وشاش وزوينين ضروري تدري الموس باش تجبتهم كما كتشوفو خفاف والاحسن يتكلوهما سخان تكساعة توجد كستاتاي يجيو وعين زوينين يعني هادو مسم ناس بخمري ماشي مسمى يعني هادو في الخميرة كي يجيها كي شوية يعني ستكون في الباب شوية وماشي بحال مسمى العادي اللي تكون رقيق مورق وخوة تكون خفيف مورق طريقة سهلة اذا عجبتكم مصفة خليوا حد لايك الفيديو بشي يبان لان اللايكات ومالك يخليوا الفيديو بشي يبان ماشي اللايك يعني يعني كي دي شي حاجة اه تخلي الفيديو يبان ويطلع وبصحة وراحة مع سلامة مع فيديو جديد ان شاء الله إذن جاك